يضم متحف اللوفر مجموعة فنية تمتد عبر حضارات وحقب زمنية مختلفة من القرن السادس قبل الميلاد حتى القرن التاسع عشر ويعتبر أحد أهم المتاحف وأكثرها اتساعا اليوم يضم المتحف اليوم 35 ألف عمل فني موزع على 60 ألف متر مربع المتحف موطن لأهم رواعي العالم الفنية مثل موناليزا وفينوس ديميلو يقال أنه إذا أنضيت 30 ثانية لمشاهدة كل قطعة في المتحف فأنت ستحتاج لمائة يوم لترى كل ما في المتحف من قطعة ثنية وقد قدمنا حلقة سابقة حول تاريخ متحف اللوفر من كونه حصن بني في القرن الثاني عشر حتى تحوله لقصر ملكي في القرن السادس عشر حتى تحوله لمتحف ويضم المتحف اليوم 7500 لوحة 66% منها رسمها فنانون فرسيون يزور المتحف ما يقارب الـ 15 ألف زائر يوميا وهناك في مخازن المتحف ما يقارب الـ 380 ألف قطعة ولا تعرض كلها في نفس الوقت واليوم يوجد في العالم متحفان لوفر الأول في باريس والثاني تم افتتاحه في عام 2017 في أبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة في حلقة اليوم سنتعرف على أهم عشر قطع في متحف اللوفر الفرنسي وأماكن تواجدها قناة ورق تقدم مواضيع مختلفة ومنوعة وتهجب لنشر الوعي في مواضيع التقنية والتاريخ والثقافة ادعمنا من خلال النشر والمتابعة رقم عشرة هناك أبو الهول تانيس ويلقب تمثال أبو الهول تانيس بحارس متحف اللوفر وتم اكتشاف تمثال في تانيس أو صان الحجر القرية المصرية والتي كانت عاصمة مصر الفرعونية بين الأسرتين الـ 21 و 23 هذا التمثال هو أكبر تمثال لأبو الهول موجود خارج مصر وجده تمثال في عام 1825 بين أنقاض معبد آمون في تانيس الجميل أن التمثال كامل ومحفوظ بشكل ممتاز ويعتقد البعض بأن كلمة أبو الهول أو سفينكس هي كلمة فرعونية لكن الحقيقة أنها كلمة يونانية وتعني العلاقة الوثيقة بين إله الشمس راع ويرمز له بجسد الأسد والملك ويرمز له برأس الإنسان الكلمة المصرية التي كانت تطلق على التمثال هي شيسيبت أناخ والتي تعني الصورة الحية التمثال هذا كان في مدخل مدينة تانيس المصرية وهو حامي مصر ضد الدخلاء الأجانب يتواجد التمثال في جناح سولي في الطابق الأول في الغرفة رقم 338 رقم 9 حجر حمرابي كلنا نعرف قانون حمرابي البابلي هذه القوانين مكتوبة على حجر حمرابي والذي تم جلبه من بلاد ما بين النهرين ويعود للحجر لتاريخ 1754 قبل الميلاد عندما قام الملك حمرابي الملك البابلي السادس بسن القوانين التي صيغت في الحجر الحجر لا يمثل تحفة فنية حقيقية ولكن له قيمة تاريخية مثيرة حمرابي حكم بابل بين عوام 1792 حتى 1750 قبل الميلاد تعتبر هذه القوانين هي أقدم قوانين مسجلة في التاريخ تسبق حتى الكتاب المقدس المسيحي يتكون الحجر من 280 قانون وتتعامل مع مختلف المواقف والمشاكل في باب القديمة تم تصميم الحجر على شكل إصبع سبابة بطول 7.5 قدم وفيها مرسوم آلهة الشمس المادة المصنوعة منها الحجر قادمة من مملكة ماجان والتي تشكل يوم عمان والإمارات العربية المتحدة الحجر اكتشف في عام 1901 واستطاع العلماء ترجمته خلال عام وهم مكتوب اللغة الأكادية ومقسم لثلاث أجزاء رئيسية أول جزئين هم مخصصين لمدح حمرابي والجزء الثالث هو لنص القوانين والتي تشمل الزواج والطلاق والتبني والواجبات الحجر متواجد في جناح ريشيلو في الطابق الأول في الغرفة الرقم 227 ثمانية فينوس ديميلو يعود تاريخ هذا التمثال لحوالي 100 قبل الميلاد وتم اكتشاف التمثال في عام 1820 في جزيرة مينوس واعتقد في البداية بأنها تصور فينوس آلهة الحب والجمال والجنس والخصوبة ورغم أنها اليوم تسمى بتمثال فينوس لكن العلماء اليوم لا يعتقدون بأنها فينوس أساسا بحكم أن فينوس هي آلهة رومانية في حين أن أفردت هي إلهة الحب في اليونان القديمة فكان يجب أن يكون اسم التمثال أفردت ديميلو وحتى أفردت هناك شك بأنها المقصودة في التمثال لعدم وجود الرمزية التي توصف فيها أفردت في الأدب اليوناني البعض يعتقد بأنها إنفردت والتي تم تأليها في جزيرة ميلوس أما عن النحات فهو أيضا لغز هناك من يعتقد بأن النحات هو باراك سيليز أو أليكسندروس الأنطاكي والذي يعاش في القرن الثاني قبل الميلاد يعتقد البعض بأن السحر الحقيقي في هذه القطعة الفنية هو الغموض التي تحوم حولها مكان تواجد التمثال هو في جناح سولي في الطابق الأول في الغرفة رغم 346 رغم سبعة هيرما فروديت النعم هذا التمثال تم صناعته في منطقة البحر الأبيض المتوسط وهو يمثل إنسان نائم بعضاء ذكر وأنثى في نفس الجسم هذا التمثال ليس الأول الذي يصور خنثى في العصور القديمة ولكنه يتميز بأنه يخدع المشاهد للتمثال ففي زاوية تعتقد بأنك تشاهد تمثال لأنثى وفي زاوية أخرى تعتقد بأنها لذكر السرير تم إضافته في وقت لاحق من قبل برنيني ولم يكن أساسا ضمن التمثال كما يعتقد البعض التمثال يتواجد في جناح سولي في الطابق الأول في الغرفة 348 رغم ستة الموناليزا طبعا لا تكون زيارة اللوفر كاملة إلا بزيارة أشهر اللوحات في العالم لوحة الموناليزا لليوناردو ديفينشي الشر الحقيقية للوحة كان بسرقتها في عام 1911 عندما نشرت صورها في كل جرائد العالم المشهور عن ديفينشي بأنه لا ينهي بعض عماله لأنه من السهل أن يتشده واشتهر أيضا بأنه قدم مخططات واختراعات مثل بلدة القوس وجهاز الطيران بالنسبة لصاحبة لوحة الموناليزا فهي ليزا جيرارديني وهي زوجة تاجر الأقمشاء الفلورنسي فرانشيسكو جيو كوندو الرسمة لا تظهر شكل الملابس التي تلبسها ليزا ولهذا كانت مكانتها الأسراطية غامضة في البداية ولكن عرف بعد ذلك بأنها من عائلة ثرية الغير معروف هو السبب وصول اللوحة لفرنسا بدل أن يعطيها الرسام لزوجها ويعتبر وجود الموناليزا هو السبب الرئيسي في بروز مكانة متحف اللوفر اليوم اللوحة موجودة في جناح دينون الطابق الأول في الغرفة رقم 711 رقم خمسة طوافة ميدوسر هذه اللوحة رسمها ثيودور جيريكولد وهي تصور قصة قارب فرنسي جنح في أفريقيا في الثاني من يوليو من عام 1816 القارب كان به 150 رجل ونجا منهم فقط عشر رجال عانوا من الجفاف واليأس والقلق ولجأوا للقتل وحتى أكل لحوم البشر هذه القصة تعتبر من أشهر قضايا الرأي العام في القرن التاسع عشر وما صعب الأمر عليهم هو مرور سفينة عسكرية فرنسية بالقرب منهم وتجاهلهم قام جيريكولد بمقابلة اثنين من الناجين والحصول على الرواية الحقيقية بل أنه قام بدراسة أشكال الموتى من خلال رؤية الجثث لدراسة ألوان بشرة جسم الميت وأمضى أسابيع للتمهيد لرسم اللوحة قماش اللوحة هو بحجم 16 في 23 قدم اللوحة موجودة في جناح دينون الطابق الأول بالغرفة رقم 700 4- لوحة تتويج نابليون اللوحة تصور أحد أهم الأحداث في تاريخ فرنسا تتويج نابليون في كدرائية نوتردام المشهورة أصبح نابليون إمبراطور فرنسا بعد انتصاره في إيطاليا ومصر وتم تدويجه كإمبراطور في الثاني من ديسمبر من عام 1804 ما يميز حفل تدويج نابليون هو حضور البابا من روما لمباركة نابليون وهو أمر نادر للغاية ونابليون أعلن عن تبنيه اسم شارلمان على اسم الملك الفرنسي التاريخ نابليون كلف الرسام جاك لويس ديفيد لرسم هذه اللوحة وقد أعطاه تعليمات تقيقة عن كيف يجب أن تكون اللوحة اللوحة تصور مئة فرد بينهم الصورة لعائلة نابليون بما فيهم والدته التي لم تحضر أساسا التتويج وفي الحفل أخذ نابليون التاج من البابا ووضعه في رأسه في مواجهة الحضور وحضور البابا كان له أهمية رمزية عظيمة للحدث لكن في اللوحة لم يتم تصوير هذا المشهد ولكن فيه نجد نابليون يتوج زوجته كأمبراطورة وهو ما وجده الناس لفتة نبيلة من الأمبراطور اللوحة موجودة في جناح دينون الطابق الأول الغرف الرغم 702 ثلاثة تمثال إحياء النفس من قبل كيوبيت يعتبرها الكثير أكثر الأعمال الرومانسية في المتحف وهي تصور الأميرة سايكي والتي تعود للحياة بفضل قبلة من كيوبيت هذا التمثال هو التمثيل لقصة كتبها الشاعر الروماني لوسيوس أبولوس في القرن الثاني الميلادي التمثال هو من نحت الفنان الإيطالي كانوفا وخلال هجوم نابليون على إيطاليا بين عوام 1796 حتى 1797 وعجب نابليون بالتمثال وعرض على كانوفا حمايته على أن يذهب معه لفرنسا ويقدم من حدات تمجد فرنسا التمثال متواجد في جناح ريشليلو الغرفة رقم 4 اثنين لوحة الحرية تقود الشعب يعتبر ديلاك رواء أحد أهم الرسامين الرومانسيين الفرنسيين وكان في نفس حقبة ماكل أنجلو وبرنيني اللوحة هي رمزية لثورة 1830 وفيه تظهر امرأة تحمل اسم ليبرتي أو الحرية وهي تحمل علم فرنسا وهو نفس العلم التي حملته الميليشيا عند اقتحام الباستيل بعد الثورة ليبرتي هي نموذة للحرية ضمن الأدب اليوناني القديم وهي نفس النموذة المستخدم في تمثال الحرية في نيويور في اللوحة نجد مع ليبرتي جميع طبقات المجتمع وهناك رجل يرتدي القبعة العليا التي تبين أنه من الطبقة العليا من المجتمع الفرنسي وفي نفس الصورة نجد العامل والطالب وأصحاب المهن الأخرى اللوحة موجودة في صالون 1831 وأخيرا هناك تمثال النصر المجنع هناك من يعتبر تمثال النصر المجنع أعظم منحوته في التاريخ بعد تمثال ديفيد وهي تحفى فنية حقيقية تجسد إلهة نصر لدى اليونانية إلهة نصر في اليونان القديمة كان يلقب بناكي ويعتقد بأن التمثال كان يوضع في مقدمة سفينة يونانية التمثال متواجد في جناح دينون الطابق الأول الغرفة رقم 703 شاركنا بتعليقات على رأيك في الحلقة وإذا أجدت معتوانا أدعمنا من خلال إشتراك ممكن تشوف فيديوهات أخرى من قناتنا والتي تطرح مواضيع مختلفة ومنوعة